رح نتابع معكم بيوم جديد لقاءاتنا رح نتحول مباشرة إلى ضيفة جديدة وموضوع جديد مع دكتور سيرين نعمة باحثة بعلم الفيزياء الفضائي دكتور سيرين نعمة صباح الخير عم تسمعيني؟ ما بعرف أنا ما عم بسمع مفروض إذا المشكلة من عندي سيرين لا يعني أنا مظبوط ما عم بسمع ما عم نسمعك سيرين إذن بانتظار أنه يتحسن الصوت من خلال سكايب مع دكتور سيرين نعمة موضوع اليوم عن نظرية أينشتاين بتقول سيرين إذا كان بدك تندد بنظرية أينشتاين فجاهد أو جادل بجهد أكبر شو هو الجهد اللي لازم نعمله لنجادل وهل بتحمل جدلية؟ نعم عم تسمعوني هلأ؟ هلأ عم نسمعك؟ ماشي كتير بعتذر أنا هيدا ما كانت زابطة اليوم أنا حبت أحكي عن الجاذبية الأتراكشون يعني الجاذبية لأنه أكيد بدنا جهد الجاذبية أنا مرة أعلق سيرين لأن مرة الماضي قالوا لي أنه خلص يعني حكونا علم فضاء فيزيائي ما تحكونا بس ليش أنه ما حكينا علم فضاء فيزيائي هلأ الجاذبية هي كتير مهمة ما هي جاذبيتك بتخلينا أنا أحكي أوقات من دم على قصة صحية؟ هي إنه إن عطفة نب إذن رح منتكون بلقاءنا مع دكتور سيرين نعمة منعتزر يعني أنتو بتعرفوا ببيوتهم كمان كلكم الكنكشن عندكم بتكون بطيئة أو ضعيفة ياما ياما متكونوا فتحين فيديو كول بيقطوش أو تبعتوا مساج كمان بطول طيو سيرين نعم حتى يعني هيك نستفيد من الوقت اللي عم بيزبط فيه الكنكشن بيني وبينك شو أردت تقولي من خلال نظرية أينشتاين؟ نعم نظرية أينشتاين هلأ أنا بدي بلش كنت بالجاذبية وبعتذر على ردائط يعني الكنكشن الجاذبية هي بلشت مع غاليلي أول شي بعدين صارت مع نيوتن لحتى إجيت لعند أنشتاين وغاليلي إيه نعمة لك وغاليلي ونيوتن ما كانوا يعرفوا من وين جاي الجاذبية يعني بلشنا بالتفاحة إذا بدك لعند أنشتاين أنشتاين شو قال قال أنه كل شي عنده كم كبير يعني فيه تقل فيه وزن هو راح يطعج الزمان والمكان يعني هو بده يشوهه وقال أنه الكون هو كأنه مثل شقفة كبيرة وقال أنه الزمان والمكان هو مثل عملة مثل ورقة لعملة وحدة وقال كمان أكتر وعمل البريديكشن أنه نحنا راح نكتشف بلاك هولز اللي هو الثقب الأسود اللي هو نتيجة اكتشافاته لأنشتاين وقال أنه نحنا مندور حوالين الشمس والشمس بتدور حوالين السانطر طبع المجرة لأنه هن الخزق أو إذا بدك التعجي بالزكان اللي هو الأونيفير نعم وتيمنا يعني بالجاذبية وبالنسبية وكل شي نسبة قال أنشتاين السنة نوبل برايس للفيزياء بالألفين وعشرين عطولها ثلاث أشخاص شابين وإمرأة هن يقللون علاقة بالبلاك هول بالثقب الأسود والشيء الكتير كبير الماسف بالمجرة طبعنا نعم وكتير نجحت نظرية أنشتاين وبكتير أشياء وهو حتى يعني كان يكتشف أشياء متنماتيكية ما يقول مش موجودة يعني بالألف وتسعمينة وسبعة للألف وتسعمينة وستعش ضل هو يكتبها ويكتشفها ولاحد هلأ يا صديقي بعدنا عم نبرهن بالتكنولوجيا تبعنا نظريات أنشتاين إلى أن بيضل في عنا وهيدا حلو العلم وعلم الفيزياء والماثماتيك إبنوا بيضل في عنا علماء فيزياء وعلم فيزياء فضائي بدون يجربوا يناقضوا وينددوا مثل ما قلت بنظرية أنشتاين من هيك قلتي يعني اللي بدوا يجادل بدوا يعمل مجهود أكبر نعم بدوا يوعة كما نقول في الفرنسي يجب أن يوعة كثير بكير يجب أن يجب أن يجب أن يكون فيه عنده تصليح ونفعلها أبدايت بس اللي بدوا يجرب بدوا يجرب بعد أكتر وأنا على شاشتكن الكريمة من سنة تحديدا بأفريل 2019 عملت سيجمان مع عن الثقب الأسود أول صورة للثقب الأسود بالمجرة M87 87 هيدا الثقب كان عن جد شيء كتير رائع مذهل تقلوا لحتى ما غالبت بالأرقام ما منحب نغالبت عشاش تخل 6.5 مليار تقل الشمس تخيل بعده 55 مليون سنة هو كان شكله مثل الدونات وأخذوا هيدا الصورة من سنة والعلم الفيزياء جربوا يعملوا محاكات يعني سيميولاسيون نمريك وقالوا إنه إذا نحنا منغير النظرية طبعا نشتاير مناخد غير نظرية فيزيائية ومنشوف إذا منقدر نرجع نلاقي هالمحاكات لحتى ترجع تعملنا هيدا الثقب نعم فقالين عمالك فتعبوا وعملوا هيدا المحاكات وإذا منشوف الصور هو الفوتون بالنسبة للزمكان المطعوش بيكوّع يعني كيف الشمس بيبرم حوالين المجرة الأمر بيبرم حوالين الأرض لأنه هو إذا ما كان عامل إنحدارات كمان الضوء بيبرم بيكوّع عملوا هيدا المحاكات وليقوا إنه مع تغيير عملوا مغيرات بالسيميولايشن بالمحاكات مع هيدا وكله لقوا إنه أفضل ريبرودكشن هي الجنرال ريالاتيفيت اللي هي النسبية العامة تبع أنشتاير هون كنت أسألك دكتور سينين نعمة هل قد يعني كان سابق عصره يعني من وقت رحيله وطبعا كل الإشياء اللي اتدونت وتوثقت وحملة توقيعه ما أجاب عد حدا يعني يقدر ينقضى أو يمرك عليها أو يضيف عليها يعني عم نحكي عن أي عبقرية الشخص وأي ساعة اطلاعه وأي بعض نظر وأيا إذا بدك هيك مروحة من المعرفة الشاملة بركي على جاذبية السؤال وقفة الصورة أوكي فأذن كنا عم نحكي عن مجهودة تتير كبير يسلم تمت نعم تفضل يسلم تمت يسلم تمت لأن حتى هو كان يكتشف أشياء وما يساعد يعني كان يقول أنه أنا عم باكتشفها هيدا اللوجيك طبعا الماتماتيك بس ولا ممكن إرجع يمكن هاي غلطة مثلا بالمايكرو لانسينج هو اكتشف كمان من الجرافتي من الجاذبية يا صديقي يا أستاذي اكتشف أنه يمكن نقدر نلاقي نستعمل الجرافتي الجاذبية لنلاقي كواكب أخرى برات المجرة طبعنا وقال بس أنه مش معقول وهلأ عم نستعملها هلأ بعصرنا هلأ يعني بعد مية سنة فأكيد كتير كان سابق عصره وفيه بعد عند وقت بس لقوا شغلة سريعا نعم وسريعا يعني هيدا اللي عم بحكيكون يام من أربعة يام ومن ثلاثة يام أعادنا نحنا علماء الفيزيائي والفضائي شفنا كأنه عادنا بأول صف بالسينما شفنا ثقب أسود عم بياكل نجمة عم بيحولها لسباجتة لشعيرات أكلها وصلها لسبعين مليون كيلو ماتر حد ونتقى وأكلها وهو بعيد عنها ميتين وسبعت عشر مليون سنة ضوئية نعم هيدا بينتج عنه شي خلال لا نحنا كتير بععد عنه بس هيدا اسمه الكانيباليسم يعني الثقب الأسود اللي هوي عنا منه من المجرة إذا وصلت شمس مثل شمستنا حده في شي اسمه يعني الأفق ما بقى فيها ترجع عن جد بناتفة ونسميها سباكتتي مثل الشعيرات يعني الثقب الأسود بس بيأكل نجوم ما بيأكل كواكب ما بيأكل بيأكل كل شي حتى الضوء نعم جد نعم بس بالمدار اللي هو فيه نعم يعني ما في كواكب عرضة بأنها تتاكل على يد الثقب الأسود الثقب الأسود اللي بيه مجرتنا نحنا هلأ نحنا كتير بعاد عنه بس كل ثقب أسود لما عنده اللي ميت عنده حدود كل شي بيأرب على هالحدود يدخل لا يستطيع أن يخرج حتى الضوء طيب دكتور نعم ما بعرف إذا بعد عنديك شي بديك تقولي بديك أسأل كنت عن الحلقة الماضية عن قصة كوكب المريخ بعد نعم متاح للناس أن تشوفوا بالعين المجردة نعم أو أن تغير مصاره أبدا نعم ومارسي لأنك تحب يقول مبارح لأن يعني كتير إجاني اتصالات من أصحاب أنه هيدا النجم المضوية اللي أكبر من غيرها هيدا هو المريخ أولا نعم نعم ومبارح كمانا كتير كان حلو طلعنا على القلوق ومن جبال كتير كتير حلو فيهم لـ 28 شهر بعدهم فيهم نشوفوه شوية عالب نعم نعم عندك أي معلومة إضافية أخيرة منختم فيه مرسي بوكو أنا بدي أقول شغلتين أنه ما إجا أنشتاين لينقض نيوتن عالطول وهيدا الحلول بعلم والأبحاث أنه كل إنسان بحط حجرة معلومات صغيرة بحياته العلمية نيوتن هو كتير كان قوي بالكواكب تبعنا بس ما زبط نيوتن لما مشينا على سرعة الضو إجا أنشتاين طوره وعالطول يمكن يجي هلأ حدا مش بينقض أنشتاين ولا بيكذب أنشتاين بيتطوره وعالطول بيقولولي طيب أنشتاين ورولاتيبيتي شو نفعنا لو ما من العلم طبع أنشتاين ما كنا زبطنا بدقة هاي دي وان اوف زي اكزامبل الجي بي أس طبعا نعم طيب عم بتقولي أنه في ناس عم بيجربوا يبحثوا أكتر شو الهدف يكتشفوا إشياء جديدة أو يخضونا إلى إطار آخر مختلف كليا عن اللي كان ماشي عليه المنظومة بشكل عام الأتنين الأتنين يا صديقي اللي دمون كلنا العقول بأبحاث منجرب نشوف يعني ما بتاخد شيء أرجان كونتان يعني مش كل شيء منزل يعني مش بهدف إيجاد بديل مش بهدف إيجاد بديل وإذا بتسمح لي الجاذبية بعد نحنا ما منعرفها كتير يعني عندها ميستيري وبما إنه نحنا منخزو منغير الكون الزمكان ففينا بعد إذا منبعد أكتر ومنطور أكتر بنظرية أنشتاين ليش ما فينا نسافر من محل لمحل بالكون بلا ما نستعمل تيارات فهيدي نظرية الوارم هول من ثقب أسود لثقب أبيض لثقب أسود نعمل مكتانلينج وهيدي هي الأتاب اللي جاية من بعد الثقب الأسود ودراسات الجذبية يعني الجذبية بعد ما منعرفها ما بعض الزحاد الانترستيلر وغرافتي كيف بيستعمل الجذبية لحتى يعمل كونتاكت مع التراب بشبق الكتب فإذا نحنا سيطرنا على الجرافتي اللي هو موضوع كتير كبير يمكن نسافر من مكان لمكان كتير بعيد بلا ما نستعمل تيارات طيب دكتور سيرين نعم بالعلم الفيزيائي الفضائي في مجال لعلم النفس لأن سؤال التالي رح يتمح ورحاوي هذا الموضوع يعني نعم نحكي عن الجذبية ممكن يعني كيف ينا نفسر جذبية بشخص معين بتجذب الآخر تيجيه من حيث لا يدري بيكون بعد ما حكي معه ما قال له مرحبا بحس في شيء هيك جذبه ليش أنا نقيت صورة مرسي على سؤالك وعطول أسئلتك أنا كتير كتير بحترمها لأنه العلم الفيزيائي الفضائي هو موصول بالفيلوزوفية وبالنفسية ما فينا نشتغل بلاها وليش نقيت صورة لأنشتاين قصد هو على البحر وليب الساندال نسائي لأنه أنشتاين وشورت نعم هايدي الصورة كتير رار هايدي الصورة كتير ما أنا بيعرفوها كتير عالم أصد نقيتها لأنه أنشتاين غير متداولي غير متداولي نعم مرسي أنشتاين بقول أنه الريلاتيفيتين نسبية حتى بالنفسية إذا بتكون قاعد مع الحبيب نص ساعة بتفكره ندقيقة أو إذا بتكون قاعد مع شخص مانك طيق بتفكره دهر النفسية كتير مهمة بعلم الفيزيائي الفضائي أوكين عندو هالمشاعر نعم نعم وكتير ما منعرفو يعني نحن منحسكم كأنكم روبو اللي بيتعاطى بهيدا بهيدا العلم أنه خالي من المشاعر من الأحاسيس أنه كل شي فضى وعملية حسابية أبدا أبدا وبدي أقول لك كمان اللي حتى أصدق على كلامك شرودينجر من أهم علماء الفيزياء والمتماتيك إذا شي مرة منخبر عن اختراعاته شرودينجر كان كتير حساس ويحب الخمرة يحب يشرب يعمل الحفلة ويحب كتير النساء ومن أفضل من أفضل من أفضل معامل التيوري والاختراعات لما كان مغرومه بعلاقة غرامية ما كانوا يفصلوا العلماء بين ريحتهم النفسية واختراعاته وعندك بيار إيماري كوري يعني كان كوبل كتير بيشتغله مع بعض وهي كانت تشتغل وتساعده علميا وكمان لما بدنا نسافر ونروح على الفضاء سنة وسنتين وثلاثة نحن بحاجة لدكاترا علم نفس لأنه العالم والماتماتيسيان وعالم الفيزياء الفضائي هو أولا وآخرا إنسان نعم نعم بدنا ناخد الاعتبار يعني الضغوطات والبعد والغرب والخطر اللي بيكون عايش فيه لأن دكتور سيرين نعم هون سؤال هيك بين هللين شدل كل رحلة بينطلقوا فيها إلى الفضاء مضمونة عودتها بخير وسلامة لأعرف إن الرواد بيكونوا رايحين إلى المجهول ولا عارفين حالهم رح يرجعوا لأرض الوطن لأحبابهم وأهلهم وبيتهم الرواد بيشتغلوا عليهم على نفسيتهم قبل ما يشتغلوا على جسدهم واحدة من الشغل اللي بيعملوها الرواد قبل ما يفلوا بوضعوا أهلهم إنه منهم رجعين الرجعة هي أبلس يعني في برسنتج 30% إنه ما يرجعوا بس هن بيشتغلوا على حالهم إنه منهم رجعين يعني حتى بيمضوا إنه مننا مسؤولية لن نازا ولا لقاذا ولا أي ولا جاكسا هي للعلم أهم شي الميشن أهم شي لما نطلع هي الميشن المهمة دكتور سيرين نعمي جذبية البريك عم تطلب مني إنه أختم لقائي مع حضرتك أنا بشكر هيدا الإطلال وهيدا المعلومات والصور النادرة اللي زودتين فيها إن شاء الله بلقاءات تانية منتعرف أكتر وأكتر على علامكم أهلا وسهلا فيك